أرض الرسالات السماوية والتجليات الإلهية موادة مصر الشرقية ودرعها الواقي على مدى الزمان شهدت أعرق الحضارات ودارت على أرضها ملاحم الخلود ظلت فكرة إعمارها ودميتها وربطها بقلب الوطن حلما يشغل عقول المصريين لم يكن الطريق ممهدا فهناك عقبتان كبيرتان هما نقص التمويل وما يملأ أرضها من مخلفات الحروب ومتفجرات إلى أن منح الله مصر قيادة واعية وضعت سيناء على قمة أولوياتها فعملت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة كما كلفت سلاح المهندسين بتطهير أراضيها من الألغام نعم لدينا حلم حلم عظيم كعظمة وطننا العزيز مصر حلم يليغ بتضحيات هذه الأمة حلم نسعى لتحقيقه من أجل الأبناء والأحفاد وأنا الأوان لتحقيق حلم التنمية بأكبر مشهوع قومي في تاريخ مصر والله ما شفت بيتي بقالي 48 يوم كل الناس هنا بتبزل أقصى ما عندها كلنا واحد يعني أي حد هيعمل حاجة بيعملها كلنا عملنا بنبني مشروع قومي نكسب الحمد لله مية مية وفتحين بيوتنا نغروا بالحلال النفع كبير جدا وتعامل في وقت قليل بإنجاز رهيب كلها أيدا عاملة مصري مشاريع ما شاء الله ما تنعد البداية كانت بالاكتتاب الشعبي لحفر قناة السويس الجديدة مية مرتتاحها بعد عام واحد في ملحمة وطنية سابق فيها المصريون الزمن تلك كانت شرارة الانتراق لتنمية هذه البقعة الغالية ومرتبط بها من طرق وجسور كبار ثابتة وأفرعائمة أنفاق على أبعد الأعماق مشروعات استزراع سمكي كبرى على مساحة آلاف الأفتنة ما كناش منشوف الخرد دي ولا كنا نشوف المكان دي خال تطهير للبحيرات بكراكات عملاقة وتوفير مناخ آمن للصيادين شق للطرق وسط الصحاري والجبال معالجة التربة الطينية لتكون أرضا راسخة للمشاريع والاستثمارات الكبرى خطت كبير جدا بحيث يبقى فيه هنا حياة كاملة المعالم من مصانع مينة كلها بتتطور دلوقتي موان عملاقة أصبح لها مركز عالمي وأهمية محورية عظمى أعمال وإنجازات أبهرت العالم وشهدت للمصريين بالتفوق والاقتدار وضعت الدولة خطة شاملة لبعث حياة جديدة في سيناء ومدن القناة بإجمالي تكلفة قدرها 206 مليارات دونية كان لقطاع الإسماعيلية ووسط سيناء مشروعات متنوعة بتكلفة استثمارية تتجاوز 126 مليار جنيه منطقة وسط سيناء حضيت بخطة استراتيجية تشمل الإنسان والمكان بدأت بإنشاء المصانع الكبرى التي توفر فرص العمل والخامات اللازمة للبناء والتعمير مصنع العريش للأسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 7 ملايين طن سنويا مصنع الرخام والجرانيب بالجفجافة بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين متر مربع سنويا المشروع هنا بيمثل قلعة من أهم خلاع الصناعة في مصر وقيمة عدنية كبيرة جدا واقتحام لمجال التعمير في سيناء مطار البردويل الدولي الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار والتجارة في سيناء وتيسير انتقال المواطنين ودعم أوجه التنمية أردن لازم نستغلها ولازم نعمرها هو ده هدف وهو ده هدف كل الناس اللي موجودة هنا في المطار وشغلان موسيقى وما زال الحلم الأخضر هو الأهم والأجمل والذي عمل على تحويل صحراء سيناء إلى مزارع خضراء تنبت في أرجائها ثمار التنمية فتمت زراعة ألف وستمائة وأربعين فدانا شرق مدينة الإسماعيلية الجديدة بأشجار المنجو المتنوعة موسيقى وبعبور الحياة إلى شرق القناة ولدت مدينة الإسماعيلية الجديدة في طراز معماري مهندسي بديع تعد امتدادا لمدينة الإسماعيلية بشرق القناة وتتكون المدينة من ستة أحياء سكنية تراعي جميع المستويات وتحتوي على كافة سبل الراحة والخدر